صحيح أول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم حكاية بتاعت صلاح والكابتن حسام حسن والجهاز الفني هل هي فعلا فيها مشاكل ولا الأمور احنا نمكبرينها بص يا كريم في البداية احنا خلينا نتفق إن كل معسكر هنلاقي نفس الكلام صلاح جاي ولا مش جاي والقصة دي كلها فده كل معسكر خلاص ده اللي هنتعود عليه الفترة اللي جاية حتى الآن كابتن حسام حسن ما توصلش مع محمد صلاح نهائيا خالص خالص الكلام ودي معلومات مؤكدة ولا تواصل وما كانش فيه استجابة من الصلاح لا 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 ما تواصل خالص ما بين الكابتن حسام ومحمد صلاح نهائي ولا أبراهيم حسن الكابتن أوريبي حسن لا لا ما فيش تواصل معهم التواصل كله كان من خلال الجهاز الطبي لمنتخب مصر وهي الجهاز الطبي لفربول كلها كانت مخاطبات رسمية الاستدعاء تم إرساله في موعده اللي هو قبل الأجندة الدولية الأجندة الدولية هتبدأ 18 مارس ولكن تم الرد على الخطاب إن محمد صلاح مصوب فالتحدي الكورة أو الكابتن حسام حسن صمم إنه هو يعلن محمد صلاح في القائمة بتاعت المنتخب تحسبا إن صلاح لعب اللي فربول عنده حقيقة تربعة متشاط قبل الأجندة الدولية تحسبا إنه لو تعافى من الإصابة اللي لحقت بمؤخرة إنه هو هيدمه لمعاصر المنتخب مصر حتى يعني اتكلم كمان مع الإداريين إنه هم يزبطوا لمحمد صلاح في حال التعفيق إنه هو يروح على الإمارات عشان أول ماتش المنتخب مع نيوزلندا يوم 22 فيروح على الإمارات على طول فيروح على الإمارات على طول فالتحاد الكورة عامل احتياطاته بشكل كويس جدا تحسبا لتعافى محمد صلاح لكن أنا أقول لك فكرة إن محمد صلاح ينضم المنتخب في مصر المارس هتبقى صعبة جدا حلو ممكن نشوف الفترة اللي جاية أو الأجندة اللي جاية اللي هي هتكون في شهر 6 ممتاز لكن في الفترة دي أعتقد صلاح يبقى صعب جدا إنه هو ينضم المنتخب ويشارك مع المنتخب في البطولة الودية اللي هي هتكون في شهر 3